أهلا وسهلا فيك رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة تعريف جميع مكونات الحاسب من كرت شاشة، كرت صوت، كرت ويرلس أو أي أجهزة طرفية متصلة بالكمبيوتر مثل الطابعات والإسكنرات وكاميرات الويب وما إلى هناك رح نتعرف على طريقة تعريف هالمكونات هاي مع برامج أو بدون برامج لذلك يا شباب الفيديو رح يكون طويل بتمنى منكم متابعته للنهاية لأنه فيه معلومات مهمة جدا 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 وممكن أول مرة تسمعها خليكم معي ومثل ما تعودنا يا شباب قبل ما نبلش الفيديو بتمنى منكم أنه تدعموني بالإعجاب لحتى يزيد انتشاره إذا كنتوا عم تشوفونا أول مرة ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد بعالم صيانة الحواسب عندك أي سؤال عن طرق تعريفات قطع الحاسب ترك ليها بالتعليقات أسفل الفيديو إذن أصدقائي لتعريف مكونات الحاسب لازم أوصل لعند إدارة الأجهزة اللي بقلب جميع القطع المتصلة عندي على جهاز الكمبيوتر من كرت شاشة كرت صوت طابعة وما إلى هنالك بضغط زر يميني على جهاز الكمبيوتر ومن ثم إدارة داخل إدارة رح تطلع لهي الواجهة ومن ثم بنتقل لعند إدارة الأجهزة تمام يا شباب إذن هي أول شغلة وصلنا لعند إدارة الأجهزة ومعرفة الأجهزة اللي ما لمعرف عندي وأول طريقة بيستخدمها لتعريف مكونات الحاسب لعند إيها هي البحث بإسم جهاز الكمبيوتر أو بإسم اللابتوب ورقم موديله بالأنترنت يعني مثلا رح أضرب مثال بسيط جدا وطبعا هذا الشي ينطبق على كتير أجهزة أو لوحاتهم فمثلا أنا عندي لابتوب إيسر إسباير مثلا رقم الموديل تبعه A315 بكتب بعض المنا عبارة درايفر تمام وبالتالي بيعطيني النتيجة الأولى اللي هي موقع الشركة إيسر تمام مثل ما أنا شايفين وببحاث فيه منلاحظ أنه عطاني موديل الحاسب أو موديل اللابتوب وبهذا المكان بيقلي شو هو الويندوز اللي عندك ويندوز عشرة ويندوز سبعة منلاحظ أنه هذا الحاسب أو اللابتوب حديث كتير وبالتالي ما بيأخذ إلا ويندوز عشرة وما فوق طبعا منلاحظ أنه في عندي هون شغلة اسمها درايفر وكذلك الأمر عندي البيوس إذا حابي بحدثها أنا اللي بيهمني هو الدرايفر وبهذا المكان مثلا بيسحب تعريف كرت الصوت بيسحب البلوتوث بيسحب الكارد ريدر وما إلى هناك من تعريفات بهذا الجهاز تمام؟ بعمل لها داونلود وبحملها عندي وبثبتها إذن هاي الطريقة الأولى والأفضل أنا بشوف أفضل طريقة لتعريف مكونات الحاسب بجيب رقم لوحة الأم مثلا مثال تاني عندي لوحة جيجا بايت اتش 310 ام بيكتب بعد مننا عبارة درايفر بفوت عليها مثل ما أنا شايفين عطاني رقم اللوحة شو هو الويندوز اللي عندك؟ والله ويندوز 732 بيت ويندوز 764 وما إلى هناك وبيعطيني شو هي مكونات الحاسب مثلا الأوديو الشيب سيت الكرت الشبكة شايفين اللان كذا وبجميع التعريفات القديمة والحديثة وطبعا أنا أكيد باخد أحدث تعريف آخر موديل وبعمل له داونلود وبنزله لعندي إذن هاي الطريقة الأفضل والأنسب لتعريف مكونات الحاسب عندك لأنك أنت عبتاخدهم من الشركة الأم الشركة المصنعة انتهينا من أول طريقة الطريقة الثانية يا شباب وخاصة للي عنده ويندوز 8 أو ويندوز 10 وما فوق واللي هي على الشكل التالي أنه بضغط على المكون مثلا عندي كرت الشبكة بضغط عليه زر يميني تحديث برنامج التشغيل تحديث برنامج التشغيل ومن ثم البحث تلقائيا عن برنامج تشغيل محدث بضغط عليها وبيبحث عن طريق الانترنت شايفين يا شباب؟ بيبحث عن طريق الانترنت وإذا لقى تعريفة أحدث من اللي موجودة عندي فورا بيثبت لي إياها طبعا هي الطريقة مناسبة جدا وممتازة جدا هي عن طريق شركة مايكروسوفت بالتالي بيتحدث عندي التعريف وخاصة إذا كان التعريف ماله معرف نهائيا مثل ما شفنا هون مثلا هي ماله معرفة نهائيا بالعكس فيني يدور عليها بهي الطريقة طبعا أنا هلأ أجرب لكم بوحدة معرفة لأنه هي بدي إياها لإكمالة الفيديو بدي أرجيكم عليها موضوع مهم جدا شايفين شباب إذا بيضل يدور لحتى يلاقي التعريف المناسب الطريقة الثالثة يا شباب لجلب التعريفات الخاصة بكرت شاشة أو كرت صوت عندك مع متلاقي بالإنترنت ولا لقيته بموقع الشركة عن طريق الهاردوير آيدي وهذا الشيء فيك تجيبه عن طريق الكبسات التالية اللي رح أتبعها هلأ بضغط زر يميني على المكون اللي ما له معرف ومن ثم خصائص داخل خصائص بنتقل عند تفاصيل في عندي هون شغلة اسمها هاردوير آي دي اس تمام يا شباب متل ما أنا شايفين رح يطلع لي عدة أسطر هون باختار السطر الأعلى بضغط عليه زر يميني ومن ثم نسخ بنتقل عند جوجل ومن ثم بعمل لسق وبعمل انتر هذا الرقم يا شباب رح يتدور عليه بقلب جوجل ورح يعطيني جميع المواقع اللي عم تأمن هذا التعريف لاحظين شايفين هذا الرقم قديش طويل لاحظوا انه كيف عطاني نتائج كتيرة عم تعطيني انه هذا التعريف اسمه كذا وكذا وكذا فيك تحمله مثلا فري متل ما ننا شايفين ويندوز اكس بي ويندوز عشرة وما الى هونالك وطبعا يا شباب في ملاحظة مهمة جدا اثناء البحث عن طريق الهاردوير آي دي اس او الاي دي اس انه احيانا بيعطيني التعريفة بشكل ملفات غير مفهومة ملفات اي ان اي ملفات نظام تمام كيف فيني عرف مكون الحاسب اذا ما كانت اي اكس اي التعريفة يعني ملف تثبيت فيني اعمل زر يميني عليها مثلا تحديث ومن ثم استعراض الكمبيوتر بحثا عن برنامج التشغيل ومن ثم بقل له استعراض وبقل له انه انا نزلتهم مثلا بالمستندات بالمكان الفلاني وخاصة بعد ما كون فكيت الضغط عنهن بقل له مثلا بهذا المجلد وهذا مثال طبعا بقل له موافق وبقل له التالي وبالتالي بتتعرف هالقطعة هاي اللي عندي اياها بهذا الشكل اذا هاي طريقة ممتازة جدا بحيث انه انت ما لقيت التعريف بموقع الشركة ولا بالبحث بقلب الويندوز ما لقيته هاي الطريقة ممتازة جدا وبهي الطرق الثلاثة يا شباب استنفزنا جميع الطرق اللي بدون برامج اذا هاي الطرق بدون برامج رح نحاول نعرف مكونات الحاسب اذا تعرفت معك ممتاز جدا وهي الطرق الامثل والانسب ما تعرفت معك هلأ رح ننتقل للطرق الثانية اللي هي عن طريق برامج خارجية وهلأ مننتقل للشق الثاني من الفيديو يا شباب اللي هو تعريف مكونات الحاسب عن طريق برامج خارجية عندي برنامجين online وعندي برنامجين offline رح نبلش ببرامج ال online عندي البرنامج الاول لـ Driver Easy مجرد البحث عنه بجوجل درايفر ايزي رح تطلع لي اول نتيجة بحث موقع البرنامج فوت عليه وعندي الفري تريال تمام هذا البرنامج الاول طريقة استخدامه بسيطة وسهلة جدا 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 طبعا بعد ما عملت داونلود للبرنامج وثبتت عندي هون بفتحه طبعا هاي النسخة يا شباب مجانية وغير مدفوعة بس رح تفيدني كتير 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 بعمل افحص الان منلاحظ انه اعطاني جميع التعريفات اللي عندي اياها التعريفات اللي مالها معرفة نهائيا محرك الاخراص مفقود شايفين عليه مثلث لونه اصفر تمام او دائرة صفرة برنامج التشغيل القديم يعني في عندك انت تعريفات لازمة تحديث هي شغالة ولكن اذا بتحدسها بيكون افضل طيب رح نضرب مثال عندي هون عندي هذا التعريف اللي شفناه قبل شوية اللي ماله معرف نهائيا لاحظتوا هاد تمام رح شوف كيف فيني اسحاب تعريفه من هالبرنامج هاد رح قل له تحديث تمام عم يقل لك هل قمت بانشاء نقطة استعادة نظام انا رح قل له لانشاء يدوي رح قل له التالي استمر هلأ عم يقوم بتحميل هالتعريفة هاي اللي عندي على جهاز الكمبيوتر ننتظرها لحتى تخلص وبعد ما خلص تحميل هالتعريفة اللي عندي عم يقل لي تثبيت تلقائيا مستحسن للأسف ما هتشتغل معي لانه النسخة مجانية رح قل له تثبيت يدوي فرضا رح قل له تثبيت تلقائيا مستحسن لاحظوا يعني انا رح ارجيكم شو رح يطلع لي رسالة ملاحظين انه رح يقلي انت لازم تدفع لحتى توصل لهالميزة هاي رح اعمل اه تسكير تمام بيقوم بيعطيني مكان التعريفة لاحظوا عطاني مكان التعريفة ونزلتي طيب شلون فيني عرف مكون هالحاسب هاد عن طريق هاي الطريقة بسيطة جدا بضغط فوق ضغطة وباخدها الرابط هاد كلياتو بعمل له نسخ وبروح لهون وبعمل تحديث برنامج التشغيل بس هالمرة ما بعمل بحث تلقائي بين عن طريق الانترنت لا رح قل له استعراض الكمبيوتر رح اعمل بهذا المكان لسق اذا وين رح يروح هو رح يروح لعند المجلد اللي مفتوح عندي هون تمام او فيكن تنسخوهم تحطوهم بمجلد خارجي وكذلك الامر عن طريق استعراض براوز فيكن تختاروا هاد المجلد وكذلك الامر لا تنسوا تضمين مجلدات الفرعية بعمل التالي 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 وبالتالي بتتعرف عندي هالتعريفة هاي او هالقطعة هاي اللي ما لم اعرفي على جهاز الكمبيوتر طبعا انا هلا ما رح اعرفها لاني بدي اشرح حاليها كمان مواضيع تانية بقى بالتالي حاليا محرفة اذا هاي الطريقة ممتازة جدا لتعريف مكونات الحاسب عن طريق برنامج خارجي اللي اسمه اه لدرايفر ايزي كذلك الامر كتير اه تعريفات تانية فيك تحدثها وتتعرفها بهذا المكان وهلأ مننتقل عند البرنامج التاني اما البرنامج التاني لتعريف مكونات الحاسب اونلاين اللي هو لدرايفر بوستر ببحث عنه بجوجل وبيعطيني اول نتيجة بحث وبعمل فريت ريال وبنزله لعندي تمام شباب بينزل عندي هون وبثبت البرنامج بعد ما ثبتت البرنامج بضغط عليه ضغطين وبفوت عليه بعمل فحص ومن ثم بارجيني جميع المكونات اللي ما لمعرفي عندي هون على الجهاز ومتل ما اننا شايفين عطاني كتير مكونات طبعا في بعض المكونات ما لا ظاهرة اللي من بيناتها هذا التعريف ما له طالع بقلب البرنامج بالتالي انا بشوف البرنامج ضعيف صراحة هلأ من معاي بهذا البرنامج انه بيخليك تحدث او تعرف تعريفة واحدة فقط يعني هلأ مثلا انا كنت معرف سابقا قبل شوي واحدة هلأ رح حدث واحدة تانية منلاحظ النظوري نقلني لخطة البرو الخطة المدفوعة بالتالي انا ما بقدر استفيد من البرنامج لبكرة لحتى يمر 24 ساعة بالتالي البرنامج صراحة صعب التعامل معه للأسف وهلأ رح ننتقل عند البرامج او البرامج الوفلاين اللي فيني عرف عن طريقة مكونات الحاسب عندي البرامج الوفلاين اللي فيني عرف فيه مكونات الحاسب اللي عندي هي برنامجين وصراحة هنين افضل البرامج عندي لدرايفر باك وعندي لسنابي طيب شو الفرق بيناتهم الاتنين نفس الشي اصدقائي ولكن كل واحد قلو واجهة شكل في كيف فيني يحملهم درايفر باك ايزو بتحملوا عن طريق الانترنت وملاحظة مهمة جدا يا شباب حجم الاستوانت الايزو هاي تقريبا شي 20 جيجا حجمها كتير كبير ولكن بتستفادوا منها انه بتتم عندكم فيكن تحثوا او تعرفوا فيها مكونات حواسب كتير عندكم ياها اللابتوبات او خاصة اذا كان عندكم مراكز يعني اذا لدرايفر باك ايزو او سنابي درايفر ايزو بتحملها من اي موقع بيطلع لك ياه هون وانا صراحة اا محمل هدول الاستوانات عندي ياهون ورح ارجيكم الواجهة تبعهون بشكل سريع بالبداية رح بلش مع الدرايفر باك رح فوتها على برنامج الباور ايزو ومن ثم رح قوم بتشغيلها ينصح لما تشتغل تشتغل على الدرايفر باك تكون قاطع الاتصال بالشبكة نصيحها بشكل عام شان ما يسحب التعريفات عن طريق الانترنت فوت عليها وبشغلها منلاحظ انه عطاني هاي الواجهة اما بعمل تثبيت كافة الاعدادات تلقائيا انا صراحة ما بنصح فيه واما باخد وضع الخبراء وهو الافضل متل ما انا شايفين عطاني انه في بعض الامور تحتاج الى تثبيت متل كرت الصوت كرت انفيديا وما الى هنالك وفي عندي تحديثات للتعريفات متل ما انا شايفين هدول التعريفات بدون تحديث نصيحة نصيحة ثبت فقط التعريفات الضرورية اما تحديثات التعريفات لا تثبتهم نصيحة انا عن تجربة عم حاكي كادر حاكي شريحة كرت صوت كذا وما الى هنالك كله بدون تثبيت ثبته اما شغلات بده تحديث لا تحدثها تمام هلا بنتقل لتحت شوي ولكن رح نتشوف شغلة اذا موجود كرت الشاشة فقط كرت الشاشة حدثه قول هاي شاشة العرض طبعا انا معرف كرت الشاشة صراحة او كرت الشبكة فيك اتحثه فقط تمام بشكل يدوي بتعلم عليهم بشكل يدوي مثلا تثبيت 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 هون تمام تحديثات التعريفات ما بدي شي منهم الا اذا كان موجود عندي كرت الشاشة بحثه تمام او كرت الشبكة وهذا الشي بيرجع اليك اما ادوات تشغيل التعريفات اللي هي الديركت اكس وما الى هنالك انا بنصح بعدم وضعها نهائيا نتركه بهذا الشكل هلا في عندي تبويب فوقهم بالزاوية اسمه برامج بفوت عليه كذلك الامر بقيم اشارات الصح من هون لحتى ما يثبت لي اي برامج اضافية لانه انا صراحة عندي فيرفوكس بكفيني ما بدي برامج تاني يثبتهم من عندهم مثل السكايبي وما الى هونالك برجع لعند التعريفات وبقول له تثبيت الكل تمام مجرد قلت له تثبيت الكل رح يثبت فقط اللي حطيت عليهم اشارات صح فقط تمام وهيك منكون شرحنا استوانة لدرايفر باك بشكل سريع ومختصر جدا تمام وهي من الاستوانات الرائعة واللي دائما انا بستخدمها في حال في بعض التعريفات ما لقيتها على الانترنت وهلا منتقل لعند الاسطوانة التانية. الاسطوانة التانية اللي عنديها فيني عرف مكونات الحاسب عن طريقة اوفلاين اللي هي السنابي انا محملة ايزو رح اعمل زر يميني عليها ومن ثم الدخول الى سواقت الايزو بدخلها بالايزو ومن ثم بدخول عليها. بلاحظ في عندي ايقونتين لها ايقون تنين وتلاتين وايقونة اربعة وستين اللي ت cerium. انت بتختار التعريفة ايقونة لايقونة لتشغيل البرنامج المناسبة الورد عندك انا الوردوز عندي اربعة وستين رح اضغط عليها ضغطين ورح فوت على واجهة البرنامج. متل ما انا شايفين بواجهة البرنامج الرئيسية لا تغير شي هون نهائيا تركه متل ما هو. منلاحظ ان الشغلات اللي ما لمعرفة فيني حط قدامها اشارة صح. شايفين هي التعريف متاح التعريف غير مثبت. اللي هي انو واحدة اللي هي هي. تمام اللي هي ما لمعرفة حتى الان. لاحظوا من اول فيديو الهلأ ما عرفتك رمال الشرح عليها. طيب في عندي شغلات تانية بحاجة لتحديث. اللي هي شفناها بمعظم البرامج تانية. اذا حابب تحدثن حدثن. وانا بنصح صراحة انه ما نحدثن. بنزل لتحت شوي كذلك الامر. بنزل بنزل. بلاحظ انه في عندي مثلا كرت الشبكة بحاجة لتحديث. رح حدثوا مثلا. تمام. عندي هون ملاحظة يوجد تعريف متوفر. افضل من الامثل على الرغم من انها اقدام. يعني هلأ في عندي تعريف انا اديم. تمام. ولكن هو احسن من اللي هلأ نازل اللي هو حديث. انا بفضلت تركه على ما هو. تمام? انا بفضلت تركه على ما هو وما يرجعك للتعريفة القديمة. تمام? ما هي ما تبقى بتحب تعرفن او تحدثن حدثن. ولكن انا بنصح بنصح انك ما تحدث شي تتركه على تعريفات الويندوز الاساسية. تمام? نفس الشي من اللاحظة هون اليو اس بي تري. عم يقول لك يوجد تعريف متوفر افضل من الامثل. يعني مو معقول انه يكون التعريف اللي عندك يا احسن من تبع الويندوز. يعني انا هيك برأييه الشخصي. طبعا في ملاحظة مهمة جدا لما بأشر على اي تعريفة هون مثلا. راح نلاحظ انه اعطاني هالشاشة البيضاء هاي تمام? ملاحظ انه في بقلبها التعريف القديم والتعريف الحديث واصداراتهم والفرق بينعتهم. تمام? بعد ما بنتهي بطلع لفوق مثلا. في عندي اعادة تشغيل الجهاز وفي عندي انشاء نقطة العودة. انشاء نقطة العودة في حال احد التعريفات كان سيء وسبب شاشة زرقاء بالجهاز. معلش انشاء هاي. شان تعمل نقطة استعادة وترجع لنظام التشغيل اللي كان زابط عندك بدون تعريف هالقطعة هاي المعينة اللي سببت مشكلة. اذا انا بس بخلي اعادة تشغيل الجهاز بعد التنصيب وبيقول له تثبيت. مجرد قلت له تثبيت راح يبلش تثبيت التعريفات هاي النقصة وتكتميل الأمور وتصير الأمور عندي. يا سلام. طيب. بهي الطريقة يا شباب. تعرفنا على طريقة تعريف جميع مكونات الحاسب بجميع الطرق. بجميع الطرق. شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. اشتركوا في القناة.